بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده السائل يقول ما حكم إجراء عقد الزواج عند المحكمة الطاغوتية وإذا كان شركا هل يجوز دفع مبلغا للضابط عند المحكمة حتى يتم إخراج شهادة الزواج بدون أي تعامل معهم أقول وبالله المستعان هذا الأمر له ضوابط إذا التزم الإنسان المسلم بهذه الضوابط فلا حرج إن شاء الله يعني يتم استخراج شهادة الزواج عبارة عن ورقة رسمية من هذه المحكمة فهذه لا حرج ولا تدخل في صورة التحاكم لأن التحاكم هو عبارة عن فض نزاع بين شخصين ونزول على حكم هذا الطاغوت واستخراج هذه الشهادة حقيقة ليس فيه نزول على حكمه أو يعني فض نزاع بين شخصين أما إن كان استخراج هذه الشهادة يحتاج للوقوف أمام القاضي ويسأله أنت الزوج وأنت الزوجة وأنت الولي وهؤلاء الشهود ويقول له زوجتك على موجب القانون التشريع رقم كذا وكذا من فلانا وتقول له فلانا قبلت الزواج نقول هذا فيه شبه التحاكم كبير لهم فيه شبه التحاكم كبير لهم وهو أقرب إلى الشرك فهذه الصورة ممنوعة أما إن كان الذهاب إلى المحكمة فقط استخراج ورقة رسمية أنا فلان وهذه فلانا يعطونه الورقة ويتم التوقيع عليها فهذه يعني كالأوراق الإدارية لا حرج فيها هذه الورقة لا حرج فيها وإن استطاع أن يستخرج الورقة عبر مبلغ مالي يدفعه لأحد الضباط ويستخرج له هذه الورقة يكون أفضل بكثير يعني دون أن يذهب إلى المحكمة ودون أن يدخل إلى هذه الأماكن التي يشرك فيها بالله عز وجل والتي هي مواقع شبهات عظيمة دون أن يدخل إليها إطلاقا يدفع مبلغ مال لأحد الأشخاص معقب معاملات أو ضابط يدفع له مبلغ مال ويأتيه بالورقة هذا يكون أفضل مع التنبيه إلى الأمر المضاد وهو الطلاق الطلاق تحاكم صريح الطلاق تحاكم صريح وهو شرك أكبر فلينتبه إخواننا المسلمون من فض النزاع الذي هو الطلاق بين الزوجين عند القاضي لأن الطلاق هو فض نزاع بين الزوج وزوجته وهذا تحاكم ونزول على حكمهم وهو شرك لا يجوز أما استخراج الورقة الثبوتية التي هي عقد زواج فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى إن التزم المسلم بهذه الضوابط التي ذكرتها والله أعلى وأعلم سبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل